هو الهجمة السيبرانية هنا قد يؤدي ما احنا في النهاية عايزين نقول التفجير حصل ازاي سيبرانيا اما باختراق للمحطة المركزية لارسال كود برماجي معين يتم بموجبه فعل ما يؤدي لتسخين البطارية لو احنا بنحلل اختيارات مختلفة حتى اذا لما تكن هي الاختيار الاصح في هذه الحالة ولكنها اختيار منطقي هل ممكن ابعت كود برماجي يؤدي نجاز يسخن ايوة اقدر اعمل ده او ان انا ابعت عدد ضخم جدا من الرسائل عشان اخلي المعالج اللي موجود جوه البيتجر يسخن اكتر او يسالك تغربة اكتر ولكن وان كان كل ده وارد ان يحدث لكن من الصعب ان يكون هو ده السبب فيما حدث فكرة ان انا انتحل صفة المحطة المركزية وابعت اكواد برماجية عن طريق اللي قلت حالك عليه اسمه سبوفنج ده ده برضو موضوع مهم جدا ان انا بنتحل صفة المحطة المركزية وابعت اكواد برماجية معد مسبقا انها لما تتم استقبالها تعمل حدث ما وليكن الشورت سيركت بتاع البطارية كل ده لان المعظم الانظمة بقت الكترونية ما بقاش فيزيكال سويتش مش مفتاح حددك بتعمل اون اوف كل حاجة اون والاوف نقدر نعملها الكترونيا زي ما بالزبط حضرتك لو تليفونك ضاع مش يقدر تبعات له رسالة انك تعمله شوت داون لو تليفونك ضاع او حطيته في اللوست مود مش انت في الحالة دي تقدر ان انت تتحدد اللوكيشن فين يبعط لك اللوكيشن فتقدر تبعات رسالة لها دلالة ينفزها الجهاز ويدي لك الفيد باك بتاعها او يرد عليك بنفس المنطق انت ممكن تبعات رسالة تمسح البيانات وكذلك تبعات رسالة تحفز داونكترونية معينة لعمل فعل معين قد يكون شورت سيركت زي ما قلت حدق عليه المشكلة ان الهجمات السابرنية هي الاندرلاينج لير او الطبقة الاساسية او هي بتختارك شبكات الاتصالات والمعلومات وبالتبعية كل ما يععمل فوق هذه الشبكات يمكن اختراقه يعني ببساطة يمكن اختراق التطبيقات ليس اللي صغرات في التطبيقات لكن اللي صغرات في شبكات الاتصال يمكن اختراق التطبيقات لصغرة في الهاردوير الجهاز نفسه ممكن اختراق التطبيقات لان البورد اللي هي الدايلة الالكترونية الموجودة جوه التليفون او جوه اللابتوب ممكن يكون فيها صغرة حتى الهاردوير نفسه ممكن يكون فيه صغرات